لكن معانا الأستاذ محمد من المنوفية أستاذ محمد اتفضل يا أستاذ محمد بعديد حضرتك أنا مش فاهم حديث خاب قوم ولوا أمرأ وممرأة مهم أول حديث اللي حضرتك بتقوله دات لأن فيه كتير من الناس بتقع في الخلط في هذا الحديث ما أفلح قوم تولى أمرأ وممرأة أتمنى حضرتك تشرح لنا بتفصيل عشان نبقوا فاهميه أقول لك حاجة إحنا نشرح الحديث سينا دلوقتي بما يتناسب مع حلقة الهوى لكن أوعدك إن احنا يبقى عندنا حلقة نتناول هذا الحديث فيه تعال أقول لك حاجة أولا الحديث ده ده بيسميه العلماء عندهم واقعة عين يعني إيه بقى حدث رسول الله سلم أرسل لكسرة خطابا يدعوه فيه إلى أن يكون عدلا مؤمنا مستجيبا للنداء العقل ويعيش بالقيم التي ترق الإنسانية فيسل فكسرة عمل إيه مزق رسالة رسول الله سلم فدع عليه رسول الله سلم أن يمزق ملكه فابنه سمه وبعد كده فابنه قتل ابن كسرة قتل وكسرة كان عارف إن ابنه احتمالي قتله فعمل زجاجة سم كده وكتب عليها اكسير الحياة فابنه قتله ثم تولى الملك فابنه سير باكسير الحياة فرح مسموه مميت ما فضلتش بنته ما فضلتش غير إيه غير بنته فبنته حكمت فكان رسول الله سلم قال بيقول لهم رأيتم أن موعودي قد صدق وأن هذا الملك اللي هو ملك كسرة سيتمزق لأن هذا الملك سيتمزق على يدي هذه المرأة فرسول الله كان بيتكلم عن ملك كسرة مش بيتكلم عن المرأة بعامة خالص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في تطبيقاتهم ما فيهموش عن رسول الله سلم ده ولذلك الشفاء بنت عبد الله كانت بتتولى أمر السوق إذن المسألة وآتى في القرآن نتكلام عن بلقيس إذن لم يكن الأمر يتعلق بجنس المرأة بأن المرأة بتكون سبب لفساد الملك ولأنها غير صالحة لتولي المناصب القيادية خالص الكلام ده كان خبر وليس إنشاء يعني إيه خبر كان يخبر عن ملك كسرة الذي تولته بنت كسرة وهذا الملك زال فده خبر ما كانتش فيه إنشاء يعني بيقول لنا لا تولوا المرأة المناصب القيادية لم يكن هذا معنى الحديث وكما وعدنا سنتكلم عنه بالتفصيل في أميكي نوغرغر